حملات الخيرية للموسريين وأهل الخير واليسر تجد ما يتكفلون بعدد من الحجاج أو ربما بعض الأصدقاء يقول الصديقة تذهم معي الحج و كلفتك علي أو بعض الآباء مثل يتكفلون بأبنائهم حكم الحج على حساب الغير بسم الله الرحمن الرحيم الغير بارك الله فيك يختلف إذا كان أبا فحكمه غير الأحكام الآخرين أما بالنسبة للأب إذا حج بابنه فيجب على الإبن أن يستجيب وجوبا لأن هذا المعنى يحمل معنين معنى البر والطاع ومعنى أداء الفريضة وأن الله سبحانه وتعالى قد يسر للإبن الاستطاع خلاص أصبح مستطيحا أما بالنسبة للحملات الخيرية الموجودة التي قد تبذل لبعض الناس أموالا أو الأشخاص الذين قد يبذلون لأشخاص آخرين أموالا ويحججونهم على حسابه فنحن نقول من حج مع هذه الحملات الخيرية فقد أدى فرضه وأدى نسكه وتم أمره لله الحمد وهو بهذا قد سقط الحج عنه ولكن السؤال هل يجب عليه هل يجب عليه أن يقبل هذا العرض ويصبح آثما ويعتبر مستطيعا لو جاءه هذا العرض في الواقع الشرع لا يقول بهذا لأن العرض إذا جاء من الغير له حكم والشرع لا يلزم به من عرض عليه خشية أن يلحقه شيء من الأذى وهو المن والأذى فلذلك الله سبحانه وتعالى الشرع بأحكامه المظهرة راعى مثل هذه الأمور وأن الباذل قد يمن على المعطى ولذلك لا يجب نحن نقول ما نقول أنه ما يجوز أنك تذهب يجوز أنك تذهب حتى ولو توقعت منه يجوز أنك تذهب واضح أو لا لكن هل يجب عليك وتصبح مستطيعا وآثما لا لا تصبح مستطيعا إلا إذا قدرت أنت من حر مالك من حر مالك تمام وإذا قدرت ببدل أبيك لماذا؟ لأن الأب منزلة غير منزلة الناس وعطاءه غير عطاء الناس وأنا ألفت النظر يا أخواتي ويا أخواتي لقدر الأب الله انظروا بارك الله فيكم كيف جعل مال الأب في الشرع مثل مال الإبن ووجبت الاستطاع على الإبن عندما يبذل له الأب لأن الأب لا يرى ابنه إلا مضغة منه وقطعة منه لا يرى الإبن إلا شيء منه فلذلك يجب على الإبن أن يحفظ للأب حقه ويحفظ له بره ويحافظ ويحافظ على طاعته ويبذل جهده في ذلك كل البذل لا يتوانى ولا يتساهل في مثل هذا الحق العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى لأبيه بعض الناس يعني عنده قدرة على طاعة أمه مثلا أو على طاعة زوجته مثلا لكن تجده يتلكأ في طاعة أبيه أو طاعة أمه ويتوقف الوقفات عندما يقول له أصحابه عندما يقول له خلانه هذا الفعل أو هذا العمل ويطلبونه هذا الطلب تجده من أسرع الناس استجابه الله وما وما هذا وما هذه الاستجابه بواجبه ولا هو مأجور عليها وهو يترك بر والديه وطاعة والديه يا أخواني ويا أخواتي إن بر الوالدين هو سعادة هو حق واجب هو طمأنينة هو سكينة هو راحة والله يا أخوان لو تقبلون عليه بنفس الراضية لوجدتم فيه معاني لوجدتم فيه روح الجنة الله والله لوجدتم فيه روح الجنة من يقبل على طاعة والديه بنفس الراضية بنفس محبة يجد في طاعتهما روح الجنة لأن الله قرن حقهما بحقه وجعل وجعله وجعله الحق الوحيد المربوط بحقه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان أقبل على طاعة والديك ولكن بنفس الراضية لترى الرحمات ولترى السعادة ولترى الطمأنينة هذه يعني كلمة جاءت عارض فأقول بارك الله فيكم وبارك في مقدمنا بالنسبة للحملات الخيرية هذا الحل يعني إذا أقبل عليها الإنسان فهو يسقط فرضه ويؤدي حجه ولله الحمد وهو مأجور وهم مأجرون ولا شك أنهم لهم مثل أجره وأجره ثابت لا ينقص وأجرهم بإذن الله سبحانه وتعالى مضاعف لأن لأنهم يبذلون جهدا بدنيا ويبذلون جهدا ماليا لا شك للحملات الخيرية وهذه الأرض المباركة كانت ولزالت ثرة جميلة معطاء بأهل الخير إنك ترى سبحان الله وبحمده من بركات دين الله سبحانه وتعالى في هذا الأرض وتمسك هذه الحكومة المباركة بشرع الله ترى الخير يجري على أيدي كل الناس وكل الناس يحبون عمل الخير لأن قيادتهم تحب الخير وتحب نفع الناس لأن حكومتهم يعني تبذل ما يمكن أن تستطيع لنفع الحجاج لنفع المحتاجين لنفع البعيد والقريب فهذه البلاد ولله الحمد والشكر لا زالت ولا ولن تزال فيها من أهل الخير من يبذل الخير للحج ويبذل في كل مجال فنسأل الله أن يضاعف لهم الأجر وأن يتقبل منهم وأن يجعلهم في موازين حسناتهم اللهم آمين بقي نقطة ولعلي سبقتك سلام تشاهدك نعم وهي الحملات الباحثة الثمن يعني الآن الإنسان يجد حملة ب 10 ألف أو 15 ألف ولكن في حملة ب40 ألف أو ب50 ألف خدمات 60 ألف وخدمات وفي آي بي وكما يقال وإلى آخره فما حكم الحج مع حملات في آي بي هذه أو الحملات الباحثة الثمن نعم حصل فيها مغالاة يعني عجيبة فنقول وبالله التوفيق التفصيح التالي إذا كان الإنسان قادرا قادرا وما يبذله في تلك الحملات أو لتلك الحملات لا يؤثر ولا يعتبر عنده إيش إسرافا ولا بذلا وهو يعتبر مبلغا بسيطا فهذا قسم أما القسم الآخر فهو الإنسان الذي أمره متوسطا ولكنه لأن فلان قد ذهب سيذهب مبهى ولأين عام أحسن ولأن فلان قال في المجلس الفلاني أنه سيذهب مع الحملة الفلانية التي بدل سيفعل مثله فهذا له حكم أما الأول وهو الذي يقول أنا عندي أن هذه الحملة تعطيني راحتي وسعادتي وأنا قادر ولا يؤثر فيني المبلغ هذا لا يؤثر فيني ولن أذهب لأتكلم وأباهي به الفقراء أو متوسط الحاجة أنا ما فعلت هذا للمباهات أبدا فنقول أنت وما قصدت وما نويت وكما النبي صلى الله عليه وسلم حديث اجتمع فيه أمران نية سيئة وإسراف لا يجوز فبذل هذا المال من غير القادر وقد تكون قادر لكن قدرتك محدودة وهذا الأمر يعني يكلف عليك فنقول قد أهمت في بدلك حجك نعم صحيح وقد برئت ذمتك من الحج ولكنك ببدلك هذا المبلغ الباهض لمجرد أنك يقال أنك حجيت مع الحملة الفلانية أو للتباهي فأنت مأزور على هذا القصد شبكة المجد القنوات الآمنة للأسرة